كالنمسا تتبنى ديناميات جديدة لسد نقص الأيد العاملة الماهرة في سوق العمل هناك في سوق العمل في النمسا مكتب العمل دايما فيه احتياجات ما فيش مجال من المجالات إلا وهناك نقص حاد في العمل فيه صحة تعليم المواصلات كل الأماكن دي عندهم فيه عجز هناك فيه مقترح أن الأيد العاملة الماهرة اللي بتتقدم من دول العالم التالت أو من دول خارج الاتحاد الأوروبي أنها تعامل معاملة أسرع في عملية الرد على اندمجهم أو دمجهم في سوق العمل شايف الموضوع ده يقدر يساعد في عملية الاقتصاد والعمل في النمسا بهذا الخبر بصراحة النمسا تمنى الديناميات جديدة لسد نقص الأيد العاملة يعني فعليا هذا الخبر هو خبر جيد بصراحة اللي عم بسمعنا من خارج النمسا أنه فيه له فرصة اللي عنده خبرات معينة اللي عنده قدرات معينة أنه فعلا ييجي ويشتغل في النمسا ويكون عنده فرصة لحتى أنه يشتغل في النمسا ولكن ولكن اللي ولكن ومعنا تحطين معايير للموضوع ده ومش أي حد ولكن معايير إثبات زي إثبات الحصول في إثباتات معينة نعم في إثباتات معينة أكيد لازم لازم لكن خطوة جميلة لازم يحققها بالضبط وبالتالي فرصة جميلة أما هذا الكلام ينظر إليه بطريقة أخرى أستاذ مدوح اللي بغضر إليه أنه طب الأشخاص الموجودين بالنمسا أشخاص الموجودين بالنمسا شو يعملوا بحالهم؟ في أشخاص أصحاب أصحاب خبرات كتير عالية أصحاب تأهيل جدا عالية خاصة من فئة الأجانب من فئة اللاجئين اللي يجوا يا أخي في ناس عم تقولك عم تجيبوا عمالة من برا وفيما يصب إذا أربعمائة ألف شخص عاطل عن العمل في النمسا بسبب تعقيدات بيروقراطية بسبب عدم اعتراف بشهادات بالشكل المجدي بشكل عدم يعني مشكلة الأجانب ومشكلة الكراهية الموجودة بكذا بصراحة فبالتالي هذا أحد أحد الأمور اللي هي فعليا مفروض بالتوازي يعملوا عملية أعادة تأهيل نعم نوع من القفز إلى الأمام بصراحة لازم يأهلوا الناس الموجودة هون وينفقوا عليهم ويدخلوهم بمدورات تدريبية لحتى يتعاملوا فعليا مع الأشخاص الموجودين هون ويحاولوا يوصفوهم ضمن الفرص المتاحة أكيد هذا الشيء الموضوع ليس موضوع لغة فقط هنا في موضوع تقنيات أقول لك عمال الماهرة المؤهل تأهيل عالي هذا الشيء مع الأسف في النمسا بدأ يتراجع حتى على مستوى النمساوي نفسه على مستوى الشاب والشاب النمساوية حتى هن عندهم كتير ناس حابة تتأهل وتتعلم بالضبط صراحة فبالتالي هذا الشيء خلق يعني خلق نوع من الفراغ على ما يبدو بالنمسا فوزارة الاقتصاد ووزارة العمل مارتين كوخر ارتأى أنه فعليا لازم يقدموا تنازلات جديدة أو آليات جديدة فعليا لعملية دمج لعملية والضبط دمج أو استجلاب يعني عمال جدود إلى النمساوية